موسيقى أنا أعتقد أنه تدخلات الصندوق الدولي تجربتنا في الأردن خلال مرحلة الثمانينات والتسعينيات أثبتت أنها لا تتوافق مع المسؤولية الاجتماعية للاقتصاد وتؤثر على الشرائح الأقل دخلا بالمجتمع وتوصياته في فترات سابقة أدت إلى تضاؤل الطبقة الوسطى بالأردن صندوق النقد الدولي الهدف واحد من أهدافه هو خلق أسواق استهلاكية للأسواق والمجمعات الصناعية الموجودة في أوروبا في أمريكا وخلق هذه الأسواق لن يتماشى إلا مع وجود قوانين اقتصادية ترعى ماشي في البلد من حيث الضرائب من حيث التسهيلات التجارية وهذه كلاتها بدفع ثمنها أن الناس موجودين هنا لسبب أو البلد بشكل عام لسبب أن الناتج المحلي الموجود عندنا في البلد كلاته طالع برا البلد عن طريق الاستهلاكات التي شجعها لصندوق النقد الدولي طبعا لا أنا أصلا أول شي يعني صندوق النقد الدولي ما بعرف عنه إشي وإذا بدي أعرف عنه إشي مفروض حكومتي توضح لي شو بيشتغل وشو توصياته أنا ما بعرف شو توصياته أنا بس عندي إشي عمومي اللي هو أنه لازم تكون فيه توصيات ضريبية اللي هي رفع سقف الضريبة بشكل أو بآخر أو رفع الدعم عن السلاع بغض النظر شو هي فهذه المشكلة كانت أنه أنا ما عندي توضيح بالنسبة لتوصيات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالتحسين أداء الاقتصاد الأردني هي توصيات شفوية منعكستش كثير على أرض الواقع بدليل نسب النمو ما زال صندوق النقد الدولي بانتقد أن النسب النمو عالي بيئة الأعمال مش جاذب إلى الاستثمار طلب بتحسين بيئة الأعمال تدخلات الصندوق فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني بموجب الاتفاقية الاستعداد الاقتماني وهذه الاتفاقية وقعت بين الطرفين بهدف مساعدة الأردن لتحسين اقتصاده لشاهد ركوت خلال السنوات اللي فاتت وما زال يشاهد ركوت حقيقة أي دولة تستعين بصندوق النقد الدولي يجب أن تقبل بشروطه وتاريخ صندوق النقد الدولي معروف في العالم كله أنه يتدخل حقيقة بالدرجة الأولى لصالح